اهلا بكم في النشرة الرياضية من رمز البقلاوة واكاس الشوط الخامس الى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة واكاس الشوط السادس للمالك الفائز ابراهيم العفو واكاس الشوط السابع الى سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة فيما قدم راشد بن افتيس الهاجري كاس المرحوم افتيس الهاجري المضمن الفائز جعفر مرزوق و الى اغلالكووس حيث تستأنف اليوم نفسات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس جلالة الملك المفدى بإقامة مبارتين سيلتقي الأهل مع الملكي على استاد مدينة خليفة الرياضية في تمام الساعة السالسة مساء بينما سيحتضن استاد البحرين الوطني مباراة في نفس التوقيت تجمع المحرق بغريمه المنامة تمكن فريق داريك ليب من الفوز على بني جمرة بثلاثة أشواط مقابل الشوط وذلك ضمن منافسات الجولة الحالية عشر من دور الدرجة الأولى لكرة الطائرة يرفع بني جمرة رصيده إلى ستة وعشية نقطة فيما تصدر النصر فرق الدرجة الأولى برصيد ثلاثين نقطة بعد أن تجاوز النبي صالح بثلاثية نريفة